قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوة المقامة من أحد المحامين لمنع ظهور الدعية مبروك عطية على جميع وسائل الإعلام والفضائيات سواء المسموعة أو المرئية أو المقرؤة مع ما يترتب على ذلك من أثار لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان للحكم بجلسة 28 إبريل المقبل وطالبت الدعوة رئيس المجلس الأعلى للإعلام لإصدار قرار بمنع مبروك عطية من الظهور على جميع وسائل الإعلام والفضائيات سواء المسموعة أو المرئية داخل مصر اختصمت الدعوة رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته ومبروك عطية بدأت أزمة تصريحات الدكتور مبروك عطية عندما نشر بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على حادث قتل طالبة جامعة المنصورة نير أشرف إزبادة بالدعاء لها بالرحمة وطالب بالانتقام من قتلها ثم استدرك قائلا بس علشان البنت تنزل من بيتها لازم تكون متحجبة ولبسة واسع حياتي الغالية عليك لو عايزة تخرجي ما تلبسيش بانطلون ولا تبيني شعرك خافي على عمرك ترجمة نانسي قنقر